نظم حزب حماة الوطن بمحافظة البحر الأحمر مؤتمر لمناقشة محاور الحوار الوطني حول السياسة التي يحتاجها قطاع السياحة تمهيدا لمحاولة جذب 30 مليون سائح سنويا ودع الحضور إلى رفع كفاءة العاملين بقطاع شركات السياحة بما يضمن أعلى مستوى من الخدمة والإصراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم ثمانية بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية نعمل الحوار الوطني الخاص بقطاع السياحة كطاع السياحة زي ما حضرتك عارف أنه هو بيدر دخل قومي وإحنا مهتمين به بشكل كبير عندنا في الحزب إحنا بالنهاردة جمعنا العاملين بالقطاع السياحي علشان نشوف إيه أفكارهم هم محتاجين إيه من الدولة تساعدهم به علشان يوصلوا إن إحنا نحقق الخطة العامة اللي هي بتعظم الدخل الحالي حزب حماية الوطن متبني ورعي لأول حوار وطني لكل العاملين بقطاع السياحة في نطاق البحر الأحمر إحنا النهاردة جايين نسمع إخواتنا وزميننا والمستثمرين من أول الفنادق لشركات السياحة للغوص للسفاري للنقل السياحي كل من هم متعاملين بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع السياح الأجنبي في قطاع السياحة في البحر الأحمر إيه الأفكار الجديدة اللي موجودة إزاي نقدر نساعد الدولة في إن إحنا نبتدي نضخم ونعظم من موارد الدولة المصرية في قطاع السياحة سواء في الأعداد الوافدة لبلدنا أو في حتى في مستوى الدخل القومي اللي بيجي من قطاع السياحة الخطوة دي مهمة جدا 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 لأن الحزب بانتشاره لازم ينشر الوعي السياحي ودي أهم حاجة في أي مدينة سياحية الوعي السياحي اللي في الشارع مش بالموظف اللي بيشتغل في الفندق ومش الراجل بيشتغل بيشتغل في السياحة الشارع أهم حاجة إن الناس لازم ننشر الوعي إن الناس اللي جاية دي ناس ضيوف نهتم بيها ونعملها كويس ونحترامها عشان يجعوا إحنا النهار دي محتاجين نشتغل على مش الفنادق بس أو المنتجعات السياحية بس محتاجين نتكلم برضو على المنتجع نفسه أو كالمدينة نفسها تبقى جاذبة للسياحة بشكل مختلف ده هيدي إضافة جدا للسياحة بواجه نعام وإحنا عندنا النهار ده مميزات وخصائص كتير يجب أن نستغلها ونستفيد منها